بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث عن الأسس التي يقوم عليها فريق إدارة الأزمة ونتحدث أيضا عن مراحل فريق إدارة الأزمة وإعداده كذلك نختم اللقاء بتدريب فريق إدارة الأزمة بيقولوا أن البلد برجالها إشارة إلى إخفاق أو نجاح أو خلينا نبدأ منكم متفائلين أولا إشارة إلى النجاح أو الإخفاق والتراجع لا سمح الله عشان هيك الأزمة بمحكم أنها إنسانية هي تقوم بسبب الفريق الموجود في التعامل مع الأزمة وإدارتها ومعالجتها وكذلك قد يكون بسبب الفريق الموجود نحو نشوب وحدوث هذه الأزمة لذلك اختيار فريق إدارة الأزمة والاهتمام بهم وإكسابهم المعارف وتدريبهم ميدانيا ومعايشتهم لسانياريوهات تتعلق بالأزمة وإدارة الأزمة وكيفية إدارتها ورسم سآليات معينة للتعامل معها ما هو إلا من باب إكساب المعرفة والتفهيم والتدريب حتى يكونوا قادرين للتعامل في حال وجود الأزمات ونشوئها لذلك فعنصر الإنسان هو له علاقة بنشوء وتصاعد واتساع وجود الأزمة كما له علاقة في معالجة وخمد والتعامل مع الأزمة في حال حدوثها لذلك اختيار الفريق أمر مهم جدا وإسناد له الصلاحيات وتدريبه وتحديد الأدوار المناطبهم يعتبر من الأمور أساسية والمهمة جدا في إدارة الأزمة ما المقصود بفريق إدارة الأزمة؟ فريق إدارة الأزمة هي المجموعة منتقاء من قبل إدارة المؤسسة ولما بنقول إدارة المؤسسة نتحدث في عن التوب مناجيريا الليفل الإدارة العليا اللي هي من خلالها الانتقاء سيتم وبهدف إعطاؤهم ومنحهم الصلاحيات والتي تستطيع التعامل المرن والهادف مع الأزمات ولما بنقول مرن إذن الأزمة تختلف بحالها وبوقتها وبنوعيتها وبمجالها وكذلك هو هادف أن يتم السيطرة على الأزمة والتي تستطيع التعامل المرن والهادف مع الأزمات المختلفة سواء أزمات متوقعة أو غير متوقعة يعني زيادة حالات مرضية في موسم معين زي حالات التهابات الشعب الهوائية والتنفسية في فصل الشتاء سيزيد عنها حالات وقد تصل إلى مستويات عالية فهو متوقع أن تزداد هذه الحالات ولكنه هو خروج عن الحالة الطبيعية في باقي أشهر السنة فالمتوقع منها والغير متوقع اللي ممكن تكون مفاجئة طبعا هذا الدور قد يكون قبل الوقوع أثناء الوقوع وأيضا بعد الوقوع هنا يجب أن نفرق ما بين فريق إدارة الأزمة وما بين الفرق التنفيذية المكلفة للتعامل مع الأزمة لذلك فريق إدارة الأزمة غالبا هو منتقى من خلال الإدارة العليا فهو دائما على اتصال دائم ومباشر مع الإدارة أو الإدارات المختلفة في المؤسسة الواحدة غالبا هو كيان مستمر وثابت داخل المؤسسة وقد يأخذ جانب من الهيكل التنظيمي داخل الإدارة فهو يختلف عن الفرق التنفيذية هذا دور قراءة للواقع اللي موجود وفهم له برؤية تختلف عن بقية الفرق التنفيذية وكذلك الإدارة العليا هم يقوموا بالتحليل للواقع اللي موجود تقديم النصح والإرشاد لكافة المستويات الإدارية العليا والمستويات أيضا التنفيذية وتقديم المشورة وتقديم المقترحات للتعاون معها فهو فريق يعتبر جزء من المؤسسة الإدارية جزء من الهيكل التنظيمي قد يأخذ جزء من الهيكل التنظيمي ليس له مهام تنفيذية هو يوضع سياسات هو يقرأ ما لا يقرأه الآخرون يضع اللي هو آليات التنفيذ كيفية التنفيذ يقدم المشورة والنصح والمقترحات للفرق التنفيذية أو للإدارة العليا بالدرجة الأولى ومن ثم يوعز بذلك إلى الفرق التنفيذية للتعامل مع الأزمة ولأن الأزمات متنوعة ومختلفة ومتغيرة ومتحورة وقد تؤثر على جانب واحد أو تكون في جانب واحد لكن تؤثر على جوانب عدة لو تحدثنا على جانب سياسي عفوا جانب صحي سيدخل فيها الإعلامي ويدخل فيها اقتصادي اليوم سيدخل فيها الجانب السياسي والجانب الاجتماعي بس فقط لو تحدثنا عن كورونا كأزمة حاليا يعيشها العالم بشكل عام هي العلاقة بالجانب الصحي ولكن أثرت سياسيا أثرت اقتصاديا أثرت اجتماعيا على كافة مناحي وإعلاميا أثرت على كافة مناحي الحياة ولذلك لم يعد كافيا أن يكون هناك شخص يقدم الرأي والنصح والمشورة والمخترحات والإرشاد إنما الآن بحاجة إلى قرارات جماعية وليس قرارات فردية لتقديم رؤية فكرية متكاملة واضحة ومفهمة لكاف من خلال فريق يقدم إلى الإدارة العليا ومن ثم يوعز به إلى الفرق التنفيذي للتعامل مع الأزمة هي إجراءات التعامل مع الأزمة من خلال الفريق أولا اختيار أعضاء الفريق وزي ما حكينا بالدرجة الأولى ويتم انتقاء هؤلاء الأشخاص تكون لديهم الإمكانيات تكون لديهم المؤهلات التي تؤهلهم لأن يكونوا أعضاء في هذا الفريق يختيار بيكون من خلال الإدارة العليا من ثم يوضع برنامج تدريبي وتفهيمي وتعليمي لهؤلاء الأشخاص داخل المؤسسة وقد يكون خارج المؤسسة قد يكون من خلال إمكانيات وموارد بشرية واستقطاب كادر لديه من المعرفة والخبرة في هذا المجال بعد ذلك يتم إسناد المهام وتفويض الصلاحيات وتحديد الأدوار المناطة بهم في حال وجود أو حدوث الأزمات بعد ذلك يتم إنجاز المهمات تبعا لنوع الأزمة وطبيعتها وشدتها وطبيعة الإجراءات التدخلية اللازمة في ذلك الأمر لهيك يعني مش أي واحد ممكن يكون عضو من أعضاء فريق إدارة الأزمة هناك شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص اللي سيكونهم أعضاء في هذا الفريق منها القدرة على التحليل والاستنتاج والسرعة والنباهة في التدخل الناجح في إدارة الأزمة عشان هيك يعني هم يقرؤوا ما لا يقرأه الآخرين وقلنا حتى في تعريف الأزمة أو إدارة الأزمة سابقا في أول الفصل إنه تعريف العلمي هو مش استجابة استجابة هو إلو علاقة بالتعريف اللي كان تقليدي بالتعريف الحديث والعلم الجديد إنه قراءة لما لم يستطع أن يقراه الآخرين عبارة عن من مبادرة هما يفهموا ويروا ما لا يراه الآخرين عشان هيك يجب أن تكون لديهم القدرة على التحليل والاستنتاج الشغلة الثانية أن تكون لديهم رباطة الجأس وبرود الأعصاب مش برود الأعصاب لدرجة التبلد ولكنه لما بصير الحدث ما يكون في حالة منه اللي هو الانفعال العاطفي والتأثر والارتباك شغلة الثالثة لديهم الإمكانية بالانتباه والوعي وإمكانية التضحية بالوقت خصوصاً الوقت بالدرجة الأولى لأنه هم هيعيشوا في مصرح الأزمة وحيستنفذوا وقت كثير من أوقاتهم لديهم الإمكانية البدنية والعقلية ومساحة الوقت أن يكونوا في ذلك المكان أيضاً الولاء والانتماء للمؤسسة وتقديس الواجب أن هناك مخاطر تحدق وتؤثر على هذه المؤسسة فيجب التدخل وهذا مهم جداً أنه بدنا نوضع أمانتنا لدى ناس أمناء أن يكون لديهم الولاء والانتماء مش تكون عندهم أهداف مغايرة للأهداف المعلنة اللي قلنا عنهم قبل هيك الأشخاص في المؤسسة العميقة هدولة طبعاً لا سمح الله لو كانوا هم على منهجية مختلفة وفكر مختلف دو غير وجود ما تسير عليه المؤسسة حيكون هم أكبر ناس مؤثرين لأنه ستكون قراراتهم وتوجيهاتهم تصب في مصلحة الخصم اللي بيأثر على المؤسسة ويحدث لها الأزمة مش في مصلحة المؤسسة وكيانها وجودها أيضاً أن تتنوع التخصصات أن تكون تخصصات مختلفة ومتنوعة هنحكي عنها إن شاء الله خلال اللقاء لديهم من التفاؤل والطموح وقوة الإرادة والعزيمة على النجاح بما يميزهم عن الآخرين لأنه هاي المواصفات اللي إحنا بدنا إياها إذا نحكي على صفوة قلة مختارة لديهم من الإمكانيات والتخصصات والمؤهلات والمواصفات التي تميزهم عن الآخرين مهم جداً أن يكون فيه تيم سبيرت روح الفريق أنه نحن نعمل كفريق كل هدفنا أنه نخلصها المؤسسة ونجنبها الخسائر نحافظ على صمودها وإمكانية وجودها وديمومة حيويتها والمحافظة على مشروعها وكيانها مهم جداً في إدارة عمل الفريق فإدارة الأزمات أن يتحلى بالسرية خصوصاً في الميدان وفي وضع أو التعامل في المسرح الأزموي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداوى على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان لذلك قد يكون هناك أشخاص داخل المؤسسة أو داخل الفريق ممكن يسربوا إلى خارج هالمسرح اللي بخص المؤسسة المحافظة عليها عشان هيك من الشروط أيضاً أن تكون الأمانة لضع أعباء الفريق ما هي أسس تشكيل فريق إدارة الأزمة؟ يتم تشكيل فريق إدارة الأزمة يفضل أن يكون رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة كأعلى مستوى إداري لديه من الإمكانيات والصلاحيات ما يتمتع بها دون غيره من الآخرين إن لم يكن هو فليكن نائباً أو يكون شخص من ضمن مجلس الإدارة حتى لتكون لديه السلطة زي ما حكينا في التفريض وتوفير الإمكانيات والتصرف السريع شخص عن الاتصال والعلاقات العامة هذا مهم جداً شؤون قانونية من الأمن من السكرتاريا اللي هم يعني المسؤول عن محاضر الجلسات وأمانة السر خصائي نفسي، خصائي اجتماعي مستشار من خارج المنظمة وهذا يعتمد على نوعية الأزمة نفسها كمان يجب أن يتحل أعضاء الفريق بإمكانية اللي هم مقدرتهم وحبهم للعمل الجماعي عندهم من الدقة والمرونة ورؤية ما لا يراه الآخرين عندهم رباطة جائش وجدية وتحمل مسؤولية عندهم شجاعة القدرة على اتخاذ القرار القدرة على المشاركة في الإنجاز كمان من الأسس أن يعد هذا الفريق خطة متكاملة من خلال رسم سيناريوهات معينة في حال وجود الأزمة وهذه يعني والتدريب على هذه الخطة اللي هم للأشخاص في الفريق التنفيذي أو فريق إنجاز المهمات في حال وجود الأزمات مهم جدا أنه لدى هذا الفريق من ضمن الأسس أنه يشرك آخرين قد يكون هذا الفريق وقد يختار أشخاص مستشارين وخبراء يكونوا موجودين ونعمل جلسات مثلا إنتاج فكري زي جلسات البريينستورمينغ أو العصف الدهني اللي بهدف اللي هو التقارب وتوفير خطة محكمة ولازمة ممكن تقيها المؤسسة في حال وجود الأزمات وتساعدها في تجاوز الأزمة لو حدثت أيضا من الأسس توزيع الأدوار وكتابة هذه الأدوار وتحديد المهام المناطة بكل فرد مع مراعاة القبول وعدم التنافر والتناحر ما بين أعضاء الفريق وهذه مهمة جدا لأنه في حال وجود الأزمة وحالة الارتباك ما يكون في نوع من التداخل التداخل هذا هيعمل اللي هو تنافر وتذهب ريحكم كما يقول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تدوين البيانات كاملة عن أعضاء الفريق الاسم العنوان رقم التليفون الجوال ورقم بديل في حال وجود لو كان مغلق التليفون أو كذا أو الجوال حتى يتم التداعي السريع في حال وجود الأزمة يجب أن يكون لدى قائد الفريق الإمكانية من الحصول على المعلومات أولا بأول لأنه هو بدي يحط يعني يحط الإعلام في صورة الأمر ممكن يجيب على أسئلة لأعضاء الفريق للإدارة العليا للإعلام إجابة تكون وافية سريعة كاملة من خلال هاي المعلومات يستطيع أنه يوجه ويوفوض ويتخذ قرارات معينة حسب طبيعة الحالة من الأسس أيضا أن يكون هناك سبوكمان يعني متحدث رسمي باسم هذا الفريق لديه من الإمكانيات ومدرب عنده إمكانية أنه يتفاعل مع الأسلوب الحواري الإعلامي يؤثر على الآخرين يستطيع أن يجيب ويدير الحوارات مع وسائل الإعلام على اختلاف توجهاتها مراحل عمل فريق الأزمة في حال وجود إرهاصات وإشارات لوجود الأزمة هناك عدة مراحل يقوم فيها فريق إدارة الأزمة أول مرحلة مرحلة توصيف المؤسسة وخلينا نقول عنها هي مرحلة يعني أول مرحلة في الأسلوب الحديث للتعامل مع الأزمة وإدارتها اللي أخذناها بالفصل الثاني اللي هي عبارة عن دراسة مبدئية لواقع المؤسسة تتعامل مع جمع المعلومات والحقائق عن المنشأة عن الكادر البشري والقول البشرية الموجودة عن الموارد المادية والموارد التكنولوجية والمباني وما إلى ذلك المرحلة الثانية مرحلة تحديد الأولويات وهذه حيكون فيها نوع من القراءة المعمقة والدخول بشكل مستوضح أكثر أو استضاحي أكثر عفواً إلى طبيعة المؤشرات والإرهاصات والعلامات التي بدت تظهر من خلالها يتم تحديد المخاطر وترتيب المخاطر وفق أولويات معينة مرحلة الثالثة مرحلة إعداد السيناريوهات أقول لنا قبل هيك أن السيناريوهات هي عبارة عن حالة من الإنتاج الفكري أو التصور الخيالي الذي سيحاكي مستقبل قريب في حال وجود الأزمة هذا طبعاً يعتمد على المعلومات المستفيضة التي تم استنباطها وقرائتها في المراحل السابقة وعمل تحليل إلها للوقوف على طبيعة الأزمة توقعات في حال ودودها وشو ممكن يأثر المجالات اللي بتأثر عليها بشكل عام وبناء عليه يتم وضع السيناريوهات والتصورات الفكرية اللي ممكن يتم التعامل محة واتخاذ الإجراءات في حال الحدوث الفعلي للأزمة المرحلة الرابعة مرحلة إعداد أسوأ سيناريو بعد طبعاً المعلومات المستفيضة والمستنبطة وقراءتها وتحليلها وتم وضع سيناريوهات يتم ترتيب السيناريوهات حسب أسوأ سيناريو قد يكون أو تمر به المؤسسة ويؤثر على وجودها وسمعتها وقيانها وإمكانياتها ويتم اللي هو تحديد هذا السيناريو الأسوأ والبدء العمل في تحليله والتعامل معاه والتدريب عليه لدى فرق الأزموية أو التنفيذ الأزمة والتعامل مع الأزمة في حال وجودها الفعلي المرحلة الأخيرة هي مرحلة إبلاغ ونشر الرسالة بعد ما مرينا بهالأربع مراحل السابقات اللي تم تحديد فيها طبيعة وتحليل المؤسسة وإمكانياتها والتحليل المعمق إلها ووضع السيناريوهات ووضع وتصور أخطر سيناريو قد يكون يتم إصدار خريطة اللي هي الأوامر أثناء الأزمة أو ممكن نقول عنها دليل الإجراءات في حال وجود الأزمة مع توضيح طبيعي المسئوليات والسلطات وقت الأزمة وكيف ممكن أن تسير تحديد المسئوليات وتوزيع الأدوار وكيفية التعامل معها وتحديد خطوط الاتصال وآليات اتخاذ القرار والتعامل الإعلامي هذه تعتبر من ضمن الخطوات الخمسة لمراحل عمل فريق إدارة الأزمة آخر شيء في هذا الفصل تدريب أعضاء فريق إدارة الأزمة طبعا عملية التدريب تقوم على إكساب المهارات والمعارف والمعلومات وسقل القدرات والمهارات لدى الفريق إدارة الأزمة من خلال استعمال أو استخدام وتوظيف كافة الوسائل التي تساعد في التعليم والتدريب بالوسائل السمعية والبصرية الحديثة كذلك وسائل المحاكاة وعيش الحالة والتدريب على كيفية رسم السيناريوهات المتوقعة والغير المتوقعة في حال وجود الأزمات ممكن كمان من خلال نقل تجارب ناجحة للآخرين في حال مكافحة الأزمات ومواجهتها والتعامل معها وكيف استطاعوا أن ينجحوا من خلال توظيف أو استعمال محاضرات علمية استقطاب وعملية أيضا تدريبية ميدانية من خلال ورش عمل من خلال العصف الدهني من خلال رسم الأدوار والسيناريوهات والمحاكاة العملية للتعامل مع الأزمة وتقلد الأدوار وتبادلها بين أعضاء الفريق حتى ما يكون لما يصير هذا الحدث أو يتعاملوا بشكل واضح مع وجود أزمات معينة ما يتفاجأوا وما يكون فيها نوع من التجانس لذلك هذا الفريق يعني يهتم فيه كثيرا في التعليم والتدريب داخل المؤسسة وخارجها وقد يكون هناك استقطاب لخبراء ومستشارين وعلماء لهم علاقة في إدارة الأزمات وتدريبهم تدريب مستفيد وعيشهم الواقع من خلال خلينا أقول يعني رسم سيناريوهات معينة وتقليد الأدوار لكافة أعضاء هذا الفريق بهيك بنكون أنهينا إدارة الفريق والأزمات نتحدث في اللقاء القادم إن شاء الله على القيادة وإدارة الأزمات يعطيكم العافية السلام عليكم